السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا كلمنا مرة اللي فاتت على التركيب الداخلي او الدائرة الكهربية للسيركيت بريكر كلمنا بسرعة على التوصيل والفصل والموتور اللي بيشحن اللي بيجهزها لعملية التوصيل كان زي ما اتفقنا مرة اللي فاتت كان يعنينا اكتر الوصول الى الجزء اللي فيه او الاكسلاري كونتاكت دوت اللي ممكن يستخدم في دواير الانترلوك طبعا ليه استخدامات تانية كتير ممكن في دواير الالعار ما لذلك هين طبعا المرسومة عندي اثنين كونتاكت نورمالي اوفن واثنين نورمالي كلوز ممكن يكون الموجود اكتر من كده بكتير ولكن للتوضيح بس عشان نوضح الصورة رسمنا اثنين كونتاكت من كل نوع تمام طيب بالنسبة ليه الدسكنيكتور قالك نفس الكلام فيه تركيب داخلي للدسكنيكتور دي دايرة كهربية لاحد الدسكنيكتور الفكرة العامة للدسكنيكتور خلينا نقول ان هي انا محتاج الدسكنيكتور تتحرك فيه اتجاهين اتجاه التوصيل واتجاه الفصل وفيها بستخدم دي سي موتور دي سي موتور مثلا زي القدامي دوت دي سي موتور دوت على حسب اتجاه التغذية البوستف والنيجاتف لو البوستف من ناحية دي مثلا والنيجاتف من هنا يدور في اتجاه يلف في اتجاه لو العكس لو جاله البوستف من اليمين والنيجاتف من ناحية تانية الشمال هيلف في الاتجاه العكسي الاتجاهين دول هم يمثلوا عملية التوصيل والفصل الفكرة العامة بتاعتها او التركيب الداخلي بسرعة هنا الاقي فيه لوكال ريموت سويتش لو انا عايز اعمل كنترول من على جسم الديسكنيكتور او من خلال ريموت لي من خلال سواء بقى المارشلينج او الالسي سي بانيل او من كنترول او من السكادة اين كان هتبقى من خلال دائرة الايه الريموت هو انا بنتكلم ان شاء الله برضو بطفائل اكتر شوية على دائرة الايه اللكال ريموت داية انما هنا عندي سواء داخلي من من جسم الديسكنيكتور او من ريموت لي من اي حاجة تانية من اي مصدر اخر تمام عندي اتنين كنتكتور واحد خاص بالتوصيل واحد خاص بالفصل اللي اه بلس الخاص بالتوصيل هلاقي التغذية هنا مثلا على سبيل المسال لو ده energized هلاقي هنا البوستيف هيجي من هنا والنيجاتيف هو اللي هيجي من هنا اللي بالنسبة للموتور لو العكس اللي انا بقعمل عملية فصل هتبقى البوستيف هو اللي هيجي من هنا والنيجاتيف هيجي من هنا وبالتالي دول الطريقتين تغذية للموتور سواء في عملية التوصيل او عملية الفصل الجوز الاخراني خالص دوت الجزء ممكن ده بتاع الميكانيكا الأوبريشن بتاع دسكننكتور الهاندل لو انا عايز اعمل الهاندل لو انا هعملها بقى زم ما بيسموها المنافيلة هوصل او افصل يدويا من خلال الهاندل بتاعة دسكننكتور الجزء اللي يعنينا اكتر نفس الكلام اللي هو النورمالي اوبن والنورمالي كلوز اجزلري كونتاكتس اللي هي موجودة بالنسبة لنا قدامنا دي في بعض الكونتاكتس نورمالي كلوز وبعضها النورمالي اوبن وهي دية اللي انا اقدر استخدمها في عمليات الانترلوك المختلفة تمام دي فكرة مبساطة على التركيب الداخلي للدسكننكتور عشان نوصل في النهاية برضو للجزء اللي خصينا او اللي احنا عايزين نوصله اللي هو الانترلوك بتاع الدسكننكتور تمام في النهاية نقول ايه عندي كونتاكت نورمالي اوبن ايه نورمالي اوبن كونتاكت انا بعوزه امتا قالك انا ممكن احتاج واحد نورمالي اوبن كونتاكت لو انا عايز الجزء ده يكون متوصل قبل توصيل المهمة اللي انا بعمل لها انترلوك يعني عشان اعمل لها توصيل لازم يكون ده close يبقى close يعني ايه يعني المهمة توصلت لانه زي ما اتفقنا ان كل الرسومات اللي بتترسم بتترسم في وضع الوف ما لم ينص على غير ذلك يعني لو في اي نوت زيادة خلص ابوصلها لو ما فيش اي نوت موجودة يبقى معروف انها هي مرسومة في وضع الوف تمام يبقى انا لو انا محتاج مهمة تكون متوصلة عشان تخش معايا في دور الانترلوك لازم اخد نورمالي اوبن كونتاكت وبالتالي طول ما المهمة اللي ما زالت مفصولة الكونتاكت مفتوح ودايرة التوصيل او الفصل بتاعة المهمة اللي انا بعملها انترلوك مفتوح وبالتالي ما فيش عملية التوصيل او الفصل على حسب انا محتاجها فيه تمام نتنقل النوع التاني من الكونتاكتس ان هو normal close contact يبقى انا محتاج المهمة تكون مفصولة عشان تكمل لو انا ادخل المهمة دي في المهمة بتاعت الانترلوك مثلا يبقى انا محتاج على سبيل المثال ممكن يكون ديسكنيكتور هاخدها في دوارة انترلوك لتوصيل او فاصل بريكر هل انا محتاج دي اوبن ولا كلوز لو انا محتاجها تكون اوبن يبقى انا هاخد نورمالي كلوز كونتاكت عشان اقدر اوصل او افصل البريكر تمام ادي ال اوبن وادي الكلوز احيانا في بعض الدزاينز ياخد اوبن وكلوز براليل مع بعض امتى يعوز الكلام دوت في بعض المحطات فيها ديزاين بتاعها الديسكنيكتور بياخد اوبن وكلوز من نفس الديسكنيكتور في دوارة انترلوك الخاصة بالبريكر معناها ايه قالك ان انا عايز اتطمن ان الديسكنيكتور متوصلة تماما او مفصولة تماما الجزء الانترميدية اللي في النص دوت ما يكونش موجود زي ما هنشوف بعد كده يمكن الكونتاكت دي معايا رسمة ليها ان شاء الله المرة جاءة او اللي بعدها ننبص عليها انما بقول ان هي لو الديسكنيكتور متوصلة تماما خلينا نقول مفصولة تماما الاول هو الوضع اللي المرسوم قدامي اللي هو الوضع اللي انها مفصولة تماما تمام يبقى ايه الانترلوك ممكن يستخدم الباس دوت لو انا جي توصلت الديسكنيكتور دوت طبعا دول هيتغيره ده هيبقى وده هيبقى وبالتالي دارة الانترلوك هتمر من خلال الباس ده تمام ده اننا لو انا محتاج اللي هي تكون يا متوصلة تماما يا مفصولة تماما كلام ده زي ما قلت حضراتكم هو موجود في بعض التصميمات اللي موجودة في بعض المحطات ان هو بياخد الاثنين مثلا وياخدهم التلاتة مثلا في سك التوصيل تمام الاثنين سكنتين القطبان مع سكنت الخط ياخدهم كلهم مع بعض وبعد كده يسلم عشان يوصل او يفصل البريكر الكلام ده بعووزه ان انا ممكن اعمل عملية توصيل وفاصل البريكر سواء بوصل او افصل في الخدمة ان انا عشان بعمل ما عايز اوصله وهيبقى لودت بعد كده ده وضع اللي هو انا بستخدم فيه ده اللي يعنين الوضع التاني باوزه ان انا اقول ان امتى تكون مفصولة لو انا بعمل عملية تيستينج واحد الجماعة بتاع البورتيكشن هما بيختبر وهمما بيختبروا محتاجين تكون وبالتالي هوصل ما بيسموه في التست او على الفاضي تمام عشان اعمل عملية باحد اجهزة البورتيكشن اللي موجودة تمام وبالتالي انا بعوز لاتنين في ديزاينز تانية يبتدي يفصلهم بقى يعني ايه الكونتكت والكولوز ما بياخدهمش بارليل كده لا على حسب بقى انا باوصل ولا افصل منين من هل ما انا باوصل افصل من الالسي سي بانيل ولا من الكنترول موزايك بانيل او الا من السكادة ولا من على جسم البريكر او جسم الاسكنيكتور الكلام ده كله بيختلف وبالتالي ممكن اخد كونتكت الاوبن لوحده والكلوز لوحده كل واحد بيخش في سك تمام يعني مش هنتكلم في تفاصيل الكلام ده دلوقتي انما لو تكلمنا بقى على الجزء بتاع السكيماتيك بعد كده ان شاء الله لو في نصيب ممكن نبقى ايه نتكلم في تفاصيل الحاجات الحاجة الاخيرة ان انا لو عندي مهمتين زي مهمتين قدامي دلوقتي انا محتاج ان مهمتين يكونوا متوصلين عشان تكمل دواد الانترلوق الحاجة معينة يبقى لازم الكنتكت ده كلوز يبقى المهمة بتاعته توصلت الكنتكت ده كلوز يعني المهمة بتاعته توصلت وبالتالي تكون السكة كاملة لعملية التوصيل والفاصل دي اتلانواع المختلفة للاكسل سواء open close في جزء parallel جزء series كل حاجة لها وظيفتها انما عشان لو احنا اتعرضنا لأي سكيماتيك دياجرام بعد كده نقدر نحدد او ما نستغربش الشكل بتاع الاكسل الاخسل 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 تمام دي كانت فكرة مبسطة على التركيب الداخلي البريكر والدسكنكتور والاكسل وممكن استخدمهم ازاي ونتقابل ان شاء الله المرة الجاي اشتركوا في القناة